هاي نصيحة منيحة ببرمة لبنان بأول حلقة توجهنا على كسروان على منطقة أدنيس وفتنا على أول محل أدنيس إلكترو سيتي اسم معروف وقديم كتير رح نستفسر نحن وإنتوا مع أدنيس شو اختلف ببزنس الهوم أبلايانسيز بين قبل وهلأ خلونا نشوف سوا هلأ أنا وإنتوا رح ناخد الجواب من زياد بشو اختلف بدمان الأدوات الكهربائية بين قبل وهلأ هاي اللي اختلف بين قبل وهلأ الأدرة الشرائية أكيد اختلفت عند العالم السئة بينه وبين العالم أكيد ما اختلفت نسبونه صار شوي دقيق أكتر لأنه عنده مشكلة بالفراش عم يدقق بالكوريتي عم يدقق بالسعر وطي لايقى الطلب المناسب يعني أنتم بالمشتريات اليوم تتطلو أكتر أنكن تلاقوا الكوريتي الأحسن بالسعر الأحسن أكيد نعم ننبش على الكوريتي بالمشتريات تبعنا وعم ننبش على السعر المنافس بالصح نصيحة زياد كحداً بيشتري أدوات كهربائية هن صار تارجت تابعهم أكتر أنه يلاقوا سعر الأنسب بالكواليتي الأنسب هلأ راح نشوف مع بعض الزبونات شو نصيحهم وشو عم بيواجهوا بالأدوات الكهربائية أنا بهمني أول شيء أنه السقة بيكون عندي السقة فيه للمحل بيعطيني أزبط دي برودكت والأهم هو من بعد ما أشتريه للقطع لأنه بنهاية أنتو تعرفوا حيالة قطعة بالكهربائية ممكن تنتزع بهمني أنه أنا من بعد ما أشتريه وفي حال انتزعت القطعة يكون فيه سيرفيس أبريفونت هيدا أهم شيء بالنسبة لي النصيحة المليحة اللي بيقلكون إياها أنه لما كنت تشتروا قطعة تأكدوا في إلا سيانة أنه نروح ننبش على الأدوات لأنه ما فينا بلايهم هلأ بما أنه كل شي بالدولار فعننبش على الأرخص إذا إن كيس انتزع ونقدر أتليست نبدلون نصيحة تباعة لما ينتزع الغراض عمنا بتشو على الأرخص والأحصن انترونا بنصيحة مليحة موسيقى موسيقى